أنهى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد البيبا زيارة إلى العصمة الفرنسية التقى خلالها الرئيس الفرنسي إمانوال مكهو على رأس وفد رفيع ضمن جولة أوروبية بدأها من إيطاليا وثمنت بيبا دور الاتحاد الأوروبي وفرنسا على جهودهما في دعم بلاده في مجالات عدة مشيرا إلى أن فرنسا يمكنها المساهمة بدور مهم في توحيد المؤسسة العسكرية واستقرار العملية الانتقالية في ليبيا باريس المحطة الثانية في الجولة الأوروبية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد البيبا وعلى رأس وفد رفيع يلتق الرئيس الفرنسي إمانوال مكرون الذي أبدى دعمه لإنجاح المرحلة الانتقالية مثل ما اشترط الليبيون أنفسهم يجب رحل كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية الروس والأتراك ومرتزقتهم السوريين وكل الآخرين لطالما أثار الدور الفرنسي في ليبيا جدلا كبيرا بسبب دعم باريس لخليفة حفتر وعزز هذا الدعم القسام المؤسسة العسكرية الليبية ما يجعل فرنسا وجهة لابد منها لاستقرار سلطة الوطنية الجديدة علي نتطلع لدوركم المهم ودعمكم لأرؤيتنا حول برنامج استقرار ليبيا تأتي هذه الجولة في إطار تعريف المجتمع الدولي بالحكومة الجديدة وتقديم صورة وضيحة للقوى الدولية والإقليمية عن أجندة السلطة الانتقالية بينما تتحضر البلاد لجولة انتخابات تشريعية في سبتمبر المقبل الملفات الاقتصادية وجدت طريقها إلى طاولة المباحثات مع الدول الأوروبية وشكلت مشاريع الطاقة جزءا مهما من الملفات المشتركة لسيما أن طرابلوس أبدت استعدادها لرفع إنتاج النفط ليصل إلى أربعة ملايين برمين يوميا وبالتالي فهي تحتاج إلى إعادة تأهيل بنيتها التحتية لم يغب ملف الهجرة عن المباحثات مع روما وباريس فالأراضي الليبية تشكل نقطة انطلاقة رئيسية لألاف المهاجرين لعبور المتوسط إلى الشمال الغني ينضم إلينا من طرابلوس عمر الأبلق عدو مجلس النواب الليبي أهلا بك سيد الأبلق الموقف الفرنسي معروف من التجديد على فكرة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب ولكن بعد لقاءات ماكو وأيضا بعد لقاء مع وزيرة الدفاع الفرنسية ما الموقف وماذا تقول حكومة الوحدة الوطنية؟ ما المطلوب من فرنسا فعليا؟ على الحكومة الفرنسية دعم المسار السياسي في ليبيا للوصول لانتخابات 24 ديسمبر القادم ولكن التدخل فرنسا السافر في الملف الليبي بدعمها للمتمرد خليفة حفتر عن طريق وجود قوات فرنسية قتل ثلاثة منهم بالقرب من بنغازي وكذلك وجود صواريخ جافلن عند الهجوم على طرابلس وكذلك الدعم اللوجستي المقدم لخليفة حفتر أعتقد بأن هذا الأمر يلقي بظلاله على العلاقة الليبية الفرنسية ولكن نحن نتمنى من فرنسا أن تراجع حساباتها في ليبيا وتدعم المسار السياسي في ليبيا لإخراج المرتزقة من ليبيا ودعم المسار الديمقراطي الحقيقي ولكن في ظل وجود المتمردين ووجود المرتزقة في مناطق الهلال النفطي وكذلك ما شاهدناه في الأيام القليلة الماضية سيد الأبلق هي تقول اليوم فريس تقول تقول بأن الاستقرار في ليبيا والملف الأمنية المسألة الأمنية مهمة جدا وهي على الأقل في المواقف العنانية ستعمل بهذا الاتجاه ولكن هل تخشى بأن يكون ما ستقدمه فرنسا والآن الحديث عن حتى فكرة تشكيل الجيش الليبي سيكون لها دور فيه فكرة التدريب وما إلى ذلك فيكون لها مساهمة كبيرة في ذلك هل تخشى من اشتراطات مقابل ذلك أختي الكريمة نتمنى أن لا تتدخل فرنسا في إعادة تشكيل الجيش الليبي ولكن تضغط على الأطراف الدولية المتدخلة في الشأن الليبي وفق قرارات مجلس الأمن ووفق المؤتمر برلين لسحب المرتزقة من ليبيا وكذلك إعادة الاستقرار إلى ليبيا قادرون على توحيد مؤسستهم إن لم تتدخل الأطراف الدولية في ذلك أعتقد أن فرنسا خسرت خسرانا كبيرا في ليبيا بدعمها للمتمرد خليفة حفتر نحن شاهدنا المعارضة تشادية كيف نمت وتطورت في ليبيا ثم بعد ذلك قتل الرئيس تشادي دريس ديبي وهو الموالي لفرنسا الآن وجود الروس والأتراك في ليبيا وهم خصوم لفرنسا ربما أجيوا سياسيا هذا الأمر يلقي بذلاله على العقد ربما نتمنى من فرنسا أن تراجح حساباتها طيب كيف يمكن بتقديرك سيد الأبلق لحكومة الوحدة الوطنية لحكومة دبيبة أن تلبي مصالح أطراف عديدة متضاربة فعليا مصالحها في ليبيا إن أشرت إلى فرنسا أو تركيا على سبيل المثال أختي الكريمة نتمنى نحن نتطلع نحن دولة هشة نحن دولة ضعيفة نريد أن نبني نظاما ديمقراطيا ليبيا مساحتها واسعة ليبيا لديها احتياط نفط الأكبر في أفريقيا ليبيا لديها موارد كثيرة جدا وبذلك تتطلع إلى شركات حقيقية مع كل الأطراف مع تركيا الحليف الأساسي وكذلك مع الاتحاد الأوروبي بإيطاليا لديها شركة إيني وتعمل في مجال النفط والغاز في ليبيا كذلك شركة توتال الفرنسية أعتقد بأن الكعكة الليبية سترضي الجميع إن أحسن استخدامها لكن نتمنى من الاتحاد الأوروبي أن يعيد حساباته في ليبيا أعتقد أن إيطاليا كانت متخبطة جدا في السنوات هذه الإغراءات الاقتصادية أو ما أسميته الكعكة الليبية أوروبيا يمكن وهي عمليا يقول البعض تسير تنافسات بتنافس المصالح الأوروبية إن تحدثنا عن ألمانيا التي تهتم بالطاقة بشكل كبير إيطاليا وفرنسا لهم باع في ذلك في هذا الخصوص ولكن أيضا هناك تلزيم عمليا للملفات بالمصالح ملف الهجرة لإيطاليا هو هم أساسي الأمن الآن تقول فرنسا هو هم أساسي لها وأيضا ملف التاقة هم أساسي لألمانيا أختي الكريمة بالنسبة لملف الهجرة ليبيا دولة معبر وليست دولة منبع ليبيا هي عبارة عن منطقة عبور أعتقد قاعدة مماد الفرنسية الموجودة على بعد 70 كم من الحدود الليبية في شمال النيجر وكذلك حكومة النيجر التي لها علاقات متميزة مع فرنسا ووجود الجيش التشادي أيضا في تشاد وتلك المناطق أيضا بالترتيب مع السودان أعتقد أنه ربما يمكن منع المهاجرين من دولهم أفريقيا تحتاج إلى إعادة التموضع وإعادة النظر إليها من جديد لأن هناك تحديات حقيقية فيما يتعلق بالهجرة هناك ضرورة التنمية في أفريقيا ضرورة البعد عن النظر الاستعمارية السابقة المواد الخامة الرخيصة وغيرها وبذلك أفريقيا تحتاج إلى إعادة تعمير ربما بإعادة النظر الاقتصادية لأفريقيا ربما سنمنع موضوع الهجر الغير الشرعي ليبيا متأذية جدا من الهجر الغير الشرعي نحن العصابات المنظمة الها عابرة للحدود تسرح وتمرح في ليبيا حدودنا مسافاتها كبيرة جدا وليستطيع أي جيش العالم اللي هو منحها أدبيبا والوفد المرافق يذهب الآن إلى دول أوروبية كان في إيطاليا في فرنسا وهناك توجه حينما ينعقد مؤتمر برلين إثنان لتشارك الحكومة للمرة الأولى في هذا المؤتمر يحمل الهم الاقتصادي ولكن أيضا يظل الهم السياسي وفكرة تثبيت المسار لأجل إجراء الانتخابات في موعدها في نهاية هذا العام هو الأساس نعود إلى زيارة فرنسا وأنت أشرت في البداية إلى أهمية دور فرنسا في تثبيت ذلك فعليا ماذا يمكن أن تفعل فرنسا بالضغط على حفتر نعود إلى هذه النقطة أختي الكريمة هناك قرارات دولية أعتقد المجلس الأمل لابد أن يطلع بدوره هناك دعم إماراتي كان هناك ربما صار حلحلة في الملف المصري هناك تقارب مصري تركي وكذلك هناك زيارات ما بين حكومة الوحدة الوطنية وأيضا مصر في هذا الملف أعتقد لكن فرنسا لا ندري ما هو دورها هي تخشى من وجود الأتراك وكذلك الروس في ليبيا وبذلك هي الآن تعمل ربما معا تحتاج إلى شركات دوليين لإخراج تلك القوات الروسية وكذلك التركية من ليبيا لأنه كما قلت لك خسرت فرنسا جندتها في ليبيا فرنسا لديها مشروع سابق وقديم ربما حتى أن يصل الأمر إلى تقسيم ليبيا إلى ثلاث ولايات بالنظرة الاستعمارية السابقة قبل سنة 45 في القارة الأفريقية ولكن على الحكومة الفرنسية أن تكون رشيدة وكذلك الاتحاد الأوروبي لابد أن يخرج بأجندة موحدة في الملف في ليبيا أعتقد أن الملفات المهمة ولكن طرح هذه الفكرة تقول بأن فرنسا لا تزال تتعامل مع ليبيا من منطقة استعمارية أو حتى تقسيمي كما تشير هل تعتقد فعلا أن الضالعين الآن في مؤتمر برلين أثنان ومجلس الأمن والأمم المتحدة يعني يسمحون أو يبحثون بهذا الموضوع هذا يعني لا يطرح الآن فعليا على الطاولة صحيح نعم أختي الكريمة كان هناك في السابق لكن الآن دور الولايات المتحدة دور كبير جدا فيما تحقق من لقاءات تونس وجينيف برعاية ستيفني وليامس هناك الآن حكومة وحدة وطنية بالإضافة إلى الحديث في مؤتمر برلين عن إخراج المرتزقة وضرورة إيجاد مسار دستوري حقيقي لإخراج الليبيين من الأزمة التي هم فيها وبذلك أعتقد أن فرنسا تراجعت تراجعا كبيرا على هذا الدور ولكن ربما الظروف الدولية والتهية ربما في المستقبل القريب تتهية الظروف أخرى فتعود فرنسا إلى مشروعها السابق ولكن نحن نتمنى من الاتحاد الأوروبي بأن يخرج بأجندة واضحة جدا في الملف الليبي المتحاد الأوروبي شريك اقتصادي لليبيا وشريك أمني كما أن ليبيا جزء من القارة الأفريقية وكذلك لدينا العلاقات المتميزة مع الحكومة التروفية نحن وليبيا تحتاج إلى صفر مشاكل الأختي الكريمة مع الآخرين هل تعتقد أن مسار الأمور الآن سيؤدي إلى إتمام الانتخابات في موعدها أم قد نشهد تأجيلا وما أثر ذلك عمليا على الوضع السياسي والأمني في ليبيا أختي الكريمة إن لم يتم حل حالة الملف الأمني وجود المرتزقة الآن الفاقنر موجودين في عدة مناطق في ليبيا موجودون في سرط وموجودون في الجفرة وموجودون في قاعدة براك الشاطي وموجودون في تمنهند كما أن هناك المعارضة الشادية عددهم بالألاف هذا الملف يلقي بذلاله على الانتخابات القادمة استعراض حفتر الأخير يلقي بذلاله على الانتخابات القادمة إن لم يتم تفعيل لجنة خمسة زايد خمسة والوصول إلى تفاهمات وإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية وكذلك حل حلت بعض الملفات الأمنية وربما حل حلت موضوع توحيد المؤسسات الأمنية الليبية ما يسمى بالمؤسسة العسكرية أعتقد بأن الانتخابات القادمة ستكون محفوفة كثيراً بالمخاطر في ظل هذه التجادبات بين الأطراف الليبية ولكن هذه هي النقطة التي في البداية نقطة توحيد المؤسسة العسكرية وتشكيل الجيش الذي قلت في البداية بأن فرنسا لن يسمح لها بذلك هي عمليين هذا ما تطرحه باريس الآن مقابل كل دعم اقتصادي أو مقابل كل دعم أمني أيضاً لليبيا أختي الكريمة نحن توحيد المؤسسة العسكرية منوطة به لجنة خمسة زايد خمسة ما بين الجيش الليبي في الغرب الليبي وكذلك هناك لجنة مشكلة ما بين الطرفين والجيش الليبي في منطقة الشرق الليبي هذه هي من هي المنوط بها الحل حلة الملف الأمني هذا الأمر يحتاج إلى دعم الدولي لأن هناك ربما أطراف متدخلة في الملف الليبي ما بين الطرفين ما بين طرف طرابلس وكذلك طرف المنطقة الشرقية وقوات خليفة حفتر أعتقد في إدحال التدخل الدولي وتدخل الأطراف الإقليمية والدولية كما شاهدنا منذ 2014 الإمارات وكذلك مصر التي كانت ترسل العتاد والسلاح إلى خليفة حفتر حتى أنه وصل به الهجوم على طرابلس أعتقد إن بقي هذا الدور لتلك الأطراف فأعتقد بأن مسار الانتخابات وكذلك مسار الاستقرار في ليبيا هو بعيد المنان لابد من حل حقيقي للقضية الأمنية في ليبيا إن لم يتم حل القضية الأمنية في ليبيا فأعتقد بأن مسار الاستقرار والمسار الدستوري ومسار الانتخابات وإيجاد حكومة جديدة وسلطات تشريعية جديدة أعتقد أنه هو بعيد المنان حتى وإن ذهبنا إلى الصندوق فأعتقد بأن السلطات القادمة ستكون مكبرة اليدين ولن تستطيع فعل شيء لأن المتدخلين في الشأن الليبي 80% من المشكلة الليبية هي خارجية و20% ربما هي داخلية وفق قاعدة 28 شكرا جزيلا لك من طرابلس عمار الأبلاق عضو مجلس النواب الليبي شكرا لك شكرا لك